وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء وبيوصي الناس بالإلحاح في الدعاء والدعاء ده إنت لو دورت على الآداب النبوية والسنن اللي كتير مننا نسيها هتلاقي إنها كلها آداب وسنن بتوصي للقلب لأن الإنسان إما بيدعي بحاجة ربنا كاتبها له هتجيله لأن فيها خير وإما بيدعي بحاجة مستعجل عليها وفيها شر فربنا بيدي له حاجة تانية بس مش ده الموضوع بس الموضوع إنه وانا واقف على باب ربنا أنا بشعر بالسند وبشعر بالحفظ والعناية سواء في الاستجابة بالعطاء اللي أنا عايزه أو في الاستجابة بعطاء آخر أنفع والله يعلم وأنتم لا تعلموه بس المهم القلبي يتطمن إنه سامعلي وإن إجابته هتيجي بالطريقة اللي هو يراها أنسب وأنفع لي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ النهاردة ونشوف هنعمل إيه في الروتزين بتاعنا وكمان هنعمل الغدا مع بعض مش الغدا قوي يعني بما إن عندنا أكل في التلاجة فنبقى برحتنا شويتين تلاتة في المطبخ ونشوف هنعمل إيه في يومنا يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو أنت أول مرة تتفرج على هيبة ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا ست الكل أول حاجة حبيت اللي أنا أبتدي بيها المطبخ من فوق إمبرح بالليل عملت كل المطبخ من فوق يعني إيه كل المطبخ من فوق سطح المطبخ من فوق اللي هو السقف بتاع المطبخ تمام كده علشان نبقى متفقين وبعد كده بقى هبتدي معاكم من النهاردة اللي احنا ننظف المطبخ الدواخل كلها البتجاز عندي مش قلطف حاجة من إمبرح بالليل وهو نايم بالشكل دوت كده وأنا بيني وبينك مكسلانة وقلت خليني اللي أنا أعمله الصبح إن شاء الله غليت شوية ميا في البراد وحطيت الميا ما استنيتش الحد اللي هي توصل لمرحلة الغليان أنا يدوب بس يدفتها إدية اللي هي تتحملها ورشيت كمان على البتجاز ميا فيها شوية خل وفيها شوية صبون وصيبته يبوش كده علشان أنا مش بعرف أعمل الأكل والبتجاز بالمنظر ده فيبوش عقبال ما نخلص معانا بقية المطبخ جبت بقى الطبق اللي انت لسه شايفيه حطيت فيه شوية كلور شوية صغيرين كده يعني ما كملوش ربع كباية وحطيت شوية سائل من بتاع غسيل الهدوم لو انت عندك اللي هو السائل بتاع غسيل الأطبق حطي أنا اللي عندي شوية صغيرين فخايفة يخلصوا وأنا لسه ما اشتريتش فحطيت اللي احنا عملنا مع بعض فاكرينه اللي أنا عملته معاكم بصراحة الريحة بتاعته كويسة والرغوة بتاعته عالية وهينظف معي فحطيته لو انت عايزة تستبعدي موضوع الكولور خالص ممكن تحط شوية خل وشوية كربونوت على شوية صبون موعين كده أو صبون اللي أنا حطيته الصبون اللي أنا حطيته اللي هو بيخسل الهدوم بس الهدوم على الإيد مش على الأوتوماتيك ورغيت الميا كويس جدا بالصبون طبعا اللي زبونش نظيفة لسه أول استعمال فيلا نشوف هنعمل ايه فضيت الأول أنا قلت همسك جزء جزء من المطبخ عشان خاطر أعمله بضمير شويتين تلتة ليه بقى هعمل كده علشان أنا أصلا من ساعة ما جيت الشقة هنا وأنا مرصتش المطبخ ولا نضفته ولا أي حاج عشان نبقى متفقين أنا من ساعة ما جيت وأنا عملا أدخل كده في دور مش عارفة ايه يعني الحمد لله على كل حال من غير تفاصيل كتير بس يمكن بعمل المطبخ معكم لأول مرة عشان نبقى متفقين والله العظيم حتى هتلاقوا المنظر غير لائق خالص فقلت بقى خليني بما إني تنظفات رمضان وتنظفات بقى المطبخ وكده ورنجار لما جيه عمل المطبخ يعني الشركة لما جيت ركبت المطبخ شالته من هناك صممت التفاصيل على المطبخ هنا وركبته وأنا ما نضفتش حاجة عشان نبقى متفقين أنا هدوب بقيت أرص الحاجة بتاعتي كده وبس أنا دخله يعتبر من شهر ثمانية يعني دخله في سنة أو أقل من سنة بس زي ما انتوا شايفين كده أنا هدوب حط الحاجة في جوة الدولاب ومقفولة عليها لكن الدوليب أصلا محتاجة تتنظف فأنا كنت كسلانة وطعبانة ووخمانة وحاجات كتيرة أو الحمد لله أيام ربنا ما يعودها وادعولي بس كده اللي أنا أقف على رجلي كده واشد حيلي وارجع حيبة بتاعت الأول كده لأنا نشيطة كده يلا الحمد لله على كل حيل المهم مسكت بقى المطبخ قلت بما أني يعني هنضف بقى تنظيفات رمضان ونضف بقى المطبخ كده تنظيفة عميقة كده أنا مش بحب المطبخ بتاعي يبقى بالمنظر ده فنمسك جزء جزء همسك دلوقتي الجزء اللي فوق الغسالة وفوق الوحدة الأدراج الجزء ده كله كده محتاج اللي هو يتنسف بمعنى كلمة يتنسف فأنا قلت بقى هنضفه كويس جدا بص الضرفه أصلا متلحويسة زي من جوه الحمد لله مسكت بقى اللزبونشة بتاعتي وطبعا بقيت أخسل كويس وبضغط جامد بصراحة علشان خطر إيه لو في بقعة ولا في بقى بصمات أو في حاجة مدلوقة أنتوا عارفين بقى وكده تنضف معي والفوتة ديت بروح أشطفها تحت الحنفية وارجع أكمل بيها تاني تمام؟ أنا وقفة على كرسي يعني مش طايلة الارتفاع ده كل وقفة على كرسي فأنت لو بدل ما تطلعي وتنزلي وتروحي الحود وترجعي هاتي طبق جنب الطبق اللي انت حطه فيه الميا والصابون حطي فيه ميا بس بحيث اللي انت تعرفي تشطفي بدل ما تطلعي وتنزلي تمام كده؟ تمام؟ هنا بقى نضفت المكان كويس زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله هرجع كل حاجة مكانها كل حاجة مكانها نضيفة يعني الأزاز ديت نضيفة دي الأزاز بتاعت الولاد وكده والبطرمون الكبير دوت انا حطه فيه كل الرفايع بصراحة من ساعة ما جاتلي الفكرة دي وهي نفعني قوي اللي انا حطي بقى فيه اي حاجة ليها علاقة بالبسكوت اي حاجة ليها علاقة بحاجات رفايع كده ممكن تديع او اعود ادور عليها بالساعة فبحطها جوة البطرمون وبروح قفل عليها لمام لي حاجات كتير قوي حطى المبشرة والهون وكمان الكزرونة دي بتاعت سلق البيض هي الجراحت معايا فقلت خليني اللي انا ابقى سلق فيها بيض وبالفعل ده اللي بيحصل يعني كده خلاص جهزت الرف دوت اللي هو الضرفة ديت من فوق ومن تحت تعالي بقى نبص على المفروض دي ارفف دكور تمام بس انا فضلت اللي هي اللي هي استخدمها احسن بدل ما احط فيها حاجة دكور كده وتبقاش شكلها مش لطيف يعني او تبقى مثلا ايه حاجات كتير على الرخامة استغلها وحط فيها الحاجة تمام اول مربع اللي هو اللي انا بنضافه معاكم صب انتوا كويس جدا وطبعا حط فيه بقى ايه المخللات حط فيه مخلل الزتون على فكرة شكله حلو دكور ولا مش دكور دوت المخلل ده مش دكور ايه دكور وحط فيها مخلل الخيار والجزر والزتون بالشكل ده ندخل على تحتها لعلاقة بقى بالكبة ويكمن المضرب اسفل لو الكاميرا بتتهز بس غصب عني مش عارفة اسبتها فين فمسكها بييد حط فيه الاجزاء بتاعت الخلاط اللي هما الاتنين الكبة شفشاء الخلاط والمطور كمان بتاع الخلاط ندخل على الرف اللي تحته بص التراب عامل ازاي والله العظيم لا تعليق لا تعليق حط فيه التسطر او جهاز الوفل بالاجهزة بتاعته يعني بسماء ايه كتعة الغيارة بتاعته اللي هي السبعة في واحد دول هنا خلاص طب بنتهم كويس جدا هبدأ بقى لانا ايه انا شوفهم بقى بالفوتا كده وقلمحهم كويس جدا لما بحس للفوتا كده اتملت صابون كتير باجري على الحود اروح منزلة منها كل الصابون وارح شطفه انا هنا رحت بسرعة ورجعت بس قفلت الكاميرا عشان ما اطولش عليكم الخلاط بقى حسله هل كان كده معايا وشكله ولا يسر عدو ولا يسر حبيب كده وبيقول لي رحبيني يا ست الكل ده انا شقيان معاك محتاج يا استحمى فبصراحة بيني وبينك سمعت الكلامه على طول وما اتأخرتش مسكتو بقى طبعا اللي سبونشة اللي انا بعمل بيها الخلاط دوت دي انا عصرها كويس جدا مفهاش مية بس فيها رغيوي عشان نبقى متفقين يعني بس عصرها كويس قوي وطبعا الفوتا شطفتها تحت الحنفية ونشفت بها الخلاط كده تمام قوي قديل نظافة حلوة قوي نظافة ديت يعني بصراحة يعني ملاش علاقة بالامكانيات ولا ليها علاقة بالفلوس النظافة دي بتبقى حاجة من جوائك بس ربنا قدرنا ويعيننا وننظف كده ونخلي بيوتنا كلها زي الفل امين يا رب العالمين ويبعد عنينا كل حاجة وعشة اللي بيخلينا نكسل على النظافة حاجة واحدة اللي انت تبقي تعبينها بس كده ملكيش اي حجة تاني عشان نبقى متفقين فانا الفترة اللي فاتت والله العظيم كنت تعبين جدا فمش قادرة ولحد وقتنا هزا يعني انا لحد دلوقتي انا قبل ما اسجل معكم واخد العلاج فالحمد لله ربنا يقوين يا رب امين يا رب العالمين هنا كده غسلت جازل وافل كويس جدا ويقعي بنشفه يعني واخدين بلكو منتو حميتو يعني تعالي بقى نبص كده بصة وفاضل بس اتنين مربع اللي هو المربع اللي انا حط فيه الهند بلندر بالاجهزة بتاعته كلها بالمناسبة انا صلحت الهند بلندر بتاعي يعني الحمد لله بس ما صلحتوش طبع الشركة لاني الشركة ما لقيتش فيها قطع الغيار تمام صلحتو عند حد تاني بس صلح بمبلغ يعني بس الحمد لله على كل حال اهون بكتير مشتري واحد انا دخلت بس ده بحث كده واشوف الاسعار ايه لقيتو خلاص ده فاضل حاجات بسيطة ويدخل في خمس تلاف جنيه انا كنت جيبه بألف جنيه بس يلا 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 الحمد لله على كل حال اللي اشترى اشترى الحمد لله بص بقا المربعين ده والمربع فيه الهند بلندر بالاجهزة بتاعته والمربع التاني فيه حاجات لايه علاقة بالتصوير لايه علاقة بشغل اللي هي المعايير بتاعت المعايير اللي هي بتاعت الجرامات والوزن الكباية والنص كباية والربع كباية وهكذا ما فارش السيليكون الميزان الجوانتي أو علبة الجوانتيات وهكذا نظفت المكان كويس جدا زي ما انت شايفة كده حتى بيلمع من النظافة اهو بعد ما صبنته رحت من الشفاء كويس اوي هرص بقا الحاجة نسحت الميزان لمعته يعني ورصيته بقا بالشكل دوت بحط بقا الحاجات اللي هي استعملي فيها وقت التصوير وبس كده اللي هي اللي هي علاقة بالوصفات يعني ده كده اللي هي المعايير بصراحة كنت جايباهم بقالي فترة بس نافعيني اوي بصراحة من اول الربع معلقة ربع معلقة ونص معلقة ومعلقة صغيرة ومعلقة كبيرة ومعلقة ونص وربع كوباية وتلت كوباية ونص كوباية وكوباية كلهم مع بعض في مكان واحد ببقى ايه عشان خطر ابقى عارفة اديق في المكان ده واتعرف في مكان بس كده خلاص نظم بقى الجزء التاني حطى فيه بقى المضرب بتاع الهند بلندر وكمان السلاح بتاع الهند بلندر وكمان الكبة وهكذا يعني لعلاقة بالحاجات كلها بتاعت الهند بلندر بص هو محتاج اللي هو يتلمع كده فانا لماعطه بقى بالشكل دوت هو نضيفه زي الفل مفوش اي حاجة لاني باستخدمه يوميا يمكن جهاز الوافل هو اللي شكله مش قلطف حاجة عشان ايه بقى لي كتير ما استخدمتوهش انا بقى حطى الاجهزة الكهربائية جهو المربعات كده بصراحة شكلها حلو ومش وحشة وعملية انا نظفت الجزء ده كله بس ما نظفتش الضرفة من برا اللي هو ايه باب الضرفة ما نظفتوش ليه بقى عشان انا همسك الجزء كله انظفه كله مع بعضه بعد ما خلص المطبخ كله انا اهم حاجة عندي حاليا اللي انا انظف الدواء خلي مسكت برضو الجزء دوت فضيته كويس جدا زي ما انتو شايفين انا فضل الجزء اللي فوق دوت بصي عامل ازاي اللون الابيض رايح في ستين ده هي ايه اللي بيحصل مش عارف طبعا بقى هدعاكو بقى باللسبونش كده واخلين ديفو زي الفول طبعا الجزء اللي فوقي انا مش حط في اي حاجة لان الجزء اللي فوقي انا مخليال خزين البيت وتقريبا كده بكرة ولا بعده هنزل اشتري مشتريات الشهر وان شاء الله بازن اللي هصورها لكم فانا نظفتو من غير مقوره لكم لاني نفس اللي انا هعمله دلوقتي هنا زي ما عملتم معاكم هعمل فوق بنفس الطريقة خلين ديفو زي الفول هنا بقى هرجع كل حاجة مكانها الجزء دوت انا المفروض احط فيه اصلا قبيات كسات زي النحية التانية بس بيني وبينك انا لما بحط الحاجات دي جوه هنا في المكان دوت بتوفر علي حاجات كتير بيبقى قدام عيني شايفة اللي موجودة عندي واستخدامي فيها كتير يعني ممكن نقول على الجزء دوت كده لا علاقة بالمشروبات يعني ينسون بقى الفتلة ينسون النجمة النسكافي السحلب ممكن نقول الجزء اللي هناك دوت فيه الكريم كراميلي والجيلي فيه هنا الهوت سيدر الحاجات اللي هي لا علاقة بالمشروبات والعسل والكلام دوت رصيت كل حاجة ورجعتها مكانها بتلعت فوق نضفت نفس اللي انا عملته تحت بالزبط بس ما نضفتش الضرفة من برة ولا الضرفة اللي فوق ولا الضرفة اللي تحت من برة ولا اللي انا عملتها معاكم تمام كده عشان نبقى مت فيه نزلت بقى على تحت كده وقلت انضف بقى الرخيمة وخليها زي الفل وطبعا السراميك انا لسه كنت من يومين عاملك جزء بتاع السراميك ده فهو نظيف مش محتاج اللي هي تعمل انا بس هزبط بس الزراير او المفاتيح بتاعت الكهرباء كده در اقولك اللي المكان بقى زي الفل الحمد لله وعملت النهارده كده ما يغريكيش مثلا اللي الجزء بسيط لأ الجزء بسيط بس فيه تفاصيل لو مسكت جزء جزء في المطبخ بتفاصيله بحركاته بسلطاته ببغنوجه هتلاقيك خلصتي كل حاجة والدنيا بقت عندك تمام وكمان حاسة اللي فيه نظافة كاملة مش نظافة مجرد اللي انت بتنظفي بس من فوق الوش وكده وبس لأ بتنظفي الاعمال كمان كده رجعت كل حاجة مكانها والدنيا بقت تمام همشي بقى بالمطبخ تدريجيا كده يعني بكرة ان شاء الله باذن الله هعمل بقى المطبخ من فوق البتجاز بالجزء التاني لو قدرت عمل المطبقية يبقى انا خلصت المطبخ كله من فوق بكرة ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني بس هو قدر عمله تمام هيبقى فاضل بقى لانا امسك بقى الاجهزة الكهربائية زي البتجاز وغسلت الاطبق غسلت الهدوم دول في يوم تحت الحود ده الواحده عايز يوم تاني منفصل دولاب الخزين كله عايز يوم فان شاء الله باذن الله نمشي مع بعض تدريجيا كده ونخلص كل حاجة لسه عندنا لشهر مش شهر اقل من شهر اقل من شهر بس ان شاء الله باذن الله ربنا يعينا بحيس اللي احنا لما نخلص نبقى ما ننضفش تاني بقى قرب رمضان لا يبقى خلصنا ونفرش كمان بالمرة عينيكي بقى في قلب المطبخ نقصك بقى ايه حاجة بسيطة نقصك صنية نقصك طبق نقصك مش عارفة ايه فتكتبك كده على جنب انا نقصني كذا نقصني كذا لو مش محتاجة حاجة يبقى الحمد لللي نضفت البوتجاز عشان هشتغل عليه دلوقتي والموعين دي كلها هنغسلها بالليل قبل ما نيم لاني انا اصلا بالليل حطيت الاكل في حلل فضيت الاكل من الحلل حطيته في علب وشلته في التلاج هطلعوا دلوقتي سخنوا ونعمل شوية رز جنبية ويبقى كده عندنا اكلنا الحمد لللي هفضي بقى المكان ده كله علشان خاطر عندي شوية موعينة اخسلها معاكم وبعد كده نعمل مع بعض الغداء يومي ما بقاش في زحمة ما ضغطتش نفسي زيادة عن اللزوم اليوم بقى عندي بالنسبة لي سهل ليه عملت الحاجة قبل الغداء علشان خاطر انا عندي الغداء بتاعي تمام فبدأت اللي انا اعمل المطبخ قبل الغداء كده خدت من وقت مثلا ممكن نقول والله يتشويل انتو شفتهم دول خدوا معايا ساعتين فخلصت حكتي كلها وعندي الغداء لو انا مش عندي الغداء وصحية متأخرة يبقى بعد الغداء هعمل حسابي اللي انا هعمل الحاجات ديت بعد الغداء تمام انت رستايا ايومك او رستايا امورك على حسب وقتك انت على حسب انت ايه اللي ينسبك قبل الغداء ولا بعد الغداء فهم قصدي طبعا عندي شوية موعين كده مش بيتين من مبارح لأ دول بطوع الفطار مطرح ما فطرت الولاد الصبح كان عندي فول الادرة يعني كان فيها فول كنت مدمزة فول فضيت بقى الفول في طبق في طبق يا ربي الله ما صلى على النبي يقولي علي افضل الصلاة والسلام فعل بيت التلاجة خدت اللي انا خدته والباقي شلته فعل بيت التلاجة كمان سلقت بطاطس كده عملت لهم فول وبطاطس مسلوق بس كده الحمد لله بحيس اللي انا لو اتأخرت في الغداء شوية يبقى الولاد وكلين يبقى مثلا ايه محدش يجيس ان يا ماما انت تعمل الاكل امت يا ماما مفيني اللي اتلقوه كده تبقى برحتك بمعنى صح الحوض ما كانش فيها اي حاجة غير هي حلة واحدة حلة فيها الرز الرز كان لازق شوية فحطيت فيها بس شوية مية وسبتها لحد ايه الصبح ليه الحلة اللي هناك نحية اليمين ديئة الكبيرة اما القدرة لسه طلعة دلوقتي مع الاطباق مع المقلاية مع كمان الحلة اللي سلقت فيها البطوط فطبعا واحنا واقفين بقى نغسل موعين بندقى كتير ونستغفر كتير ونحمد ربنا اكتر واكتر على كل حاجة الحمد لله على نعمة السطر والصحة ورحت البال والرزق الحلال الحمد لله على كل حاجة هموت واشتري بصراح بني وبينك عشان ما نبقى اشياء كدبين انتو عارفين الجنينة لما بتيجي بالشرة لاي سن فاحنا عندنا مرض الشرة فانا بصراحة هموت واشتري والحاجة غالية وبش عارفة اعمل ايه اختي حطي ايدي في ايديك كده او تعالي نوعيك جنب بعض بني وبينك انا محاويش اشهاية فلوس كده حلوين على جنب في الحصالة ماشي فانا ان شاء الله باذن الله هشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجاها وانزل اشتري عايز اعمل دكور كده لشهر رمضان يكون حلو كده دكور بسيط مش شرط حاجة تبقى غالية بس عارفين اللي هو ايه عايزين برضو نحس في فرحة رمضان صح ولا ايه فان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا كده ونعمل كل اللي نفسنا فيه ربنا يقدرك وتشتري كل اللي نفسك فيه وتحقيق كل اللي انت بتحلامي به امين يا رب العالمين كده يعتبر تبوش معي وهخسلها بعد الغدى مع الموعين ان شاء الله هتطلع بعد الغدى استغفرت النهاردة دعيت النهاردة طب يلا استغفاري ودع كتير واحمدي ربنا اكتر واكتر والحمد لله احنا عارفين الايام ديت ايام صعبة على الكل مش عليكي بس فخلي عندك يقين كده اه ينعمل حاجة غالية بس ربنا يعيننا ويقدرنا ويرزقنا كده الرزق الحلال امين يا رب العالمين ويرخصنا لحاجة كده ويبقى فيه ركابة ده المطلوب لان كل واحد بيبيع بسعر كل واحد بيبيع بمزاجه عندك الحاجة مثلا بعشرة عندي باتناشر عندها بخمستاشر ممكن تبقى عندها بسبعتاشر ممكن تلاقيه في حتة تانية غالية جدا فا للأسف ما فيش ركابة فالحمد لله على كل حال اه ربنا يسترها معنا يا رب ودايما الغلطة بيحصل قبل رمضان متعرفيش في التجار تحسي متسلطين علينا يعني ولا اينا مش فاهمة يلا الحمد لللي غسلت الموعين وزبطت حالي والدنيا تمام وغسلت ايديا كمان تعال ندخل بقى على الغدا ونشوف هنعمل طبعا انا مبارح عملت معكم فسولية فانا عندي طبق كده حلو كده من الفسولية بسم الله ما شاء الله مع الاضافة كمان اللي انا كنت عاملة بمية قابليها كده بشوية بيومين كده فعندي برضو طبق من البمية فهنعمل جنبيهم شوية رز وعلى رأي المثل يعني ما بيقولوا الجودة بالموجودة فهو دوت اللي موجودة عندنا فان شاء الله بإذن الله هيتقضى والحمد لله لو ما عنديش اكل كنت عملت في اليوم دوت اكل ايه بقى كنت عملت شوية كشربعات اصفر وجنبيهم بيتين مسلوقين وشوية صلطة صلطة التماطم حلوين قوي بسم الله ماشاء الله كده خلاص عملت الرز حمرت الشعرية حطيت كمان الملح والرز عليه هقلب تقلب تاني ننزل بالمية وهياخد غلوة اولانية وروح نقلع على الايه النحية التاني على عيني الزغيرة يعني صليتي بقى على الرسول صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ويدعي بقى عليكي بالدعاء كده والاستخفار ربنا يهدينا ويهدي اولادنا ويبارك فيهم امين يا رب العالمين يرزقنا لستر والسحة ورحت البال ورزق الحلال ويرحم اموتنا ويرزق كل مشتاء بالزرية الصالحة اقولي امين يا رب العالمين عملت ايه دي الحلال اللي كان فيها البامية وكمان الفسولية حطت الاثنين طبعا مش عايزة استخدم حلال خلاص كفاية مش هاخصل حلال واشيل في حلال والكلام ده فاجبت الطاصة الزغيرة ديت والتانية وحطيت فيهم البامية والفسولية عندي هنا الشربة دي حطاها في التلاجة كده من مبارح هنقلها في حلال عشان هعمل شوية ملوخية جنب الاكل العلبة الزغيرة دي فيها لسان عصفور هزودها بس شوية شربة من التانية وهولى عليها الرز خلاص غلي معايا هو بسم الله ما شاء الله هنقله بقى على عين زغيرة وهواطي النور هخلي البامية بس تسخن معايا والفسولية كمان ويبقى كده تمام اولا انا حطت لهم شوية موية بس كده تلحلحهم كده علشان خطر بس هم تقل شوية في الوقت دوت بقى كنت جايبة حزمة ملوخية فقلت بقى اللي انا اعملها بالمرة جنب الاكل بما اني عندنا شربة فنعمل كده طبق ملوخية عشان يقضي يعني جنب الاكل قارت بقى الملوخية بسرعة وكمان هخسلها اسرع وخرطها اسرع واسرع خذي بقى فكرة ونفيزيها بكرة دي الشربة طبعا انا مستخدمت اش الشربة كلها انا نقلتها نقلت خدت يعني شوية صغيرين من الشربة والبقى حطته في كيس وشلته في الفريزر ينفع في اي يوم تاني ملحت الشربة كويس جدا نزلت بالملوخية هي هديها بقى تقليبة كده وطبعا في الوقت دوت كان الرز استوى وحطت بقى شربة لسان العصفور هناك انا مش بحب شربة لسان العصفور بايته عشان يبقى متفين بس انا بيني وبينك استحرم ترمش شوية دول هينفعه لولده ياكلهم والحمد لله رجعت تاني سخن بقى البامية لان خلاص كده الرز كان استوى وكمان الملوخية كانت خلصت معي عامل لها الطشة 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 حطيت كده مكعب من التوم عليه معلقة سمنة وكمان رشة كذبرة بسيطة كده هتتحمر معي وهروح طشة بيها الملوخية والشربة خلاص غلية معي هنجة بسم الله ما شاء الله ربنا الدمع علينا نعمة اللهم امين يا رب العالمين سخنة الحلة سخنة ده الرز بسم الله ما شاء الله خلاص معي كمان طبق البتنجان المخالي لانا بفضيه في علبة وبشيله في التلاجة علبة مقفولة عشان ما يعملش بس ريحة في التلاجة لما بعوز ناكل منه بفضيه في طبق زي ما انت شوفت ده بقية المخالي اللي انا عملتم بها فضيت البامية فضيت الفسولية طبعا الملوخية طلعوا طبقينهم والشربة برضو هفضيها طلعوا ثلاثة بس كده الحمد لله كل طبق احطوه بقى شوية 3 صنع صفور وكده تميه الرز برضو هغريفه معاكم وعايز اقولك بقى لو وصلت معايا لحد دلوقت اكتبي لي تحت في الكومنتات صلي على الرسول في الكومنتات ان شاء الله بإذن الله واستني بقى الروتين الجاي لاني قوي جدا وهيعجبكم ان شاء الله بحبكم في الله السلام عليك